موسيقى سكورة جمعية تعرفنا عليها السنة الماضية جمعية مألفة من طلاب كليات الطب بلبنان سكورة تهتم بمرض الأيدس بصحتهم بالوقاية من هذا الموضوع والتوعية ولكن بالعلاج المكلف جداً ولا يكون دائماً مؤمن كلياً اليوم معنا بسيديو جيسيكا الأصمر أهلا وسهلا فيك معنا جو شربيي أهلا وسهلا فيك جو معنا زياد غزاوي أهلا وسهلا فيكم يعطيكم العافية جو مسؤول عن سكورة مين سكورة نعرف للمشاهدين نحن اسمنا سكورة نحن اللجنة القائمة على السحل الإنجابية ومرض السيدة ومثل ما قلتنا نحن من ضمن الجمعية الطلاب الطب باللبنان نحن نعمل بسكورة نعمل World AIDS Day campaign اللي هلا عم نعملها عادة من نعمل كونسرت هالسنة الكنسرت رح يكون ببير أبو خاطر ديسمبر 15 لطانيا صالح هي عم تساعدنا هالسنة وكل المصاري اللي منطلعها من هالسنة الكنسرت بيروح ليساعد العالم اللي معاون سيدا ليدفعوا حق الفوصات اللي لازم يعملون كل ستة شهر وهالفاحس يعني بيكلف كتير وعادة العالم مش قدرين يدفعوا حقه وما بيأمنون لها الانشورنس كمبنيز والدمان نحن نروح ندفع عنهم كمان نحن نعمل كذا كمبين بالسنة نحن نعمل يوم العالمي للمرأة وكمان نعمل شي اسمه نروح على المدارس ومنروح على السكاوت ونحكي أكتر عن سكشوال براكتسز وساعدة سكشوال بلبنان ديشتكا كمان اقتصاصك طوب ولكن الاهتمام بالايدز اهتمام مميز يعني ليش؟ لأنه هذا مرض فينا نتفديه نحن فنحن منجرب أنه ننشر الوعي بين الناس أنه نحن نروح على مدارس وعالكشافة منجرب ننشر الوعي أنه يكون أنه ما يصير فيه علاقة جنسية غير امنة مننشر الوعي أنه كمانا منوزع كوندومز نحن فمنجرب أنه ننشر هذا الوعي بين الناس وأنه هذا مرض كتير فينا نتفديه يعني جيسيكا وجول من الـ AUB زيادة من الـ USG أيوبي كمان طلاب يعني كم جامعة عم يكونوا مشتركين بسكورة؟ نحن مبدئيا بالبالامان بالـ AUB والـ USG الـ AU عن جديد والإذاك كمان عن جديد فخمس جماعات في لبنان يعني مبدئيا معظم الجامعات اللي فيها كله الطب كل تلميز الطب أكيد يعني مهتمين به هالموضوع يعني إذا ما كان كلهم بس عبر سكورة كمان كيف بيصير الشغل خلال السنة؟ هل تلميز الجامعات أو تلميز الطب؟ مش هني كمان بحاجة لتوعية بهالإطار؟ هو اللي رحنا للجزء من المركز عليه كمان أنه نواعي تلميز الطب بحد ذاته لأنه معظمهم كمان ما بيكون كتير بيعرفوا بهالموضوع أخصوص الزكين والتلميز جديد هل أنت ما نكون منعهم بيعرفوا بس ما بيكونوا على الأرض تعمل؟ خصوصي المرض السيدة أنه فيه قصص يجب أن تنعرف خصوصا فنحن نركز على هذه الأمور لنقدر نوصل الوعي به أحسن طريقة ممكن أكيد كمان بالنسبة للكم المعاطات أو النظرة لمريد السيدة كمان موضوع بالنسبة للكم التواعي أكيد نحنا مثل ما شفتنا هون نحنا الكامبين هالسنة اسمه بي بوزيتيف ابوت ايش اي في ونحن نجرب نخفف التمييز لدي العالم اللي معهن السيدة بالنسبة لأنه هول عالم في كتير انه نجاتيفتي عليهم وفي كتير انه تمييز ونحن ما بدنا هالشي بدنا نجرب نكون مور بوزيتيف هيك من فاس العالم بيعرفوا أكتر بس يصيروا يعرفوا أكتر عن السيدة وكيف ينتقل وكيف ينا نعالجها أنه في هون يجيبوا يبلشوا التريتمنت ويروحوا يشوفوا والدوكترز وأنه يصير حياتهم أحسن نحن عم نجرب ان نعلم ان نعلم العالم لا لا يصيروا انه لنوصل على مطرح انه هيك وفي تعاطي مدون تمييز مع الموضوع سوف نفسر شوي تيستيكا الايد من شو بمعولي يجي غير العلاقات الجنسية غير العلاقات الجنسية غير الامنة فيه كمان ينتقل بين الام والولد تبعه يعني بالانجاب وحتى بالطور ديه فنحن ننشر انه منجرب المرأة انه اذا كان مع السيدة منشجع انه ما ترد وكمان بينتقل من خلال اذا منعطي دم بس هيدا هيدا النسبة كتير قليلا هلأ سايرا بعلمنا هلأ لانه ببنوكة الدم عم نعمل كتير في حصات فهيدا النسبة عم بتقل هلأ فاكتر شي انه يعني بالطرق الغير الامنة عم ينتقل هو باسيكلي بالدم ينتقل بغير طريقة ما بقدر يعدي ايدز نحن كمان نحن نعمل شي اسمه فريق هج كامبان انه نحن منروحها منعبط العالم وهيك كمان ضد التمييز ولنفصل للعالم انه الغمرة انه ما بينتقل السيدة بالغمرة وما بينتقل يعني بالسلايبا ما بينتقل باي طريقتين هو من الدم من الدم وبالعلاقات الجنسية اللي مش مامنة زياد خلال السنة شو هو شغلكم بالتحديد لانه غاية يعني بالاضافة لالايدز في مواضيع تاني كمان انتو بتهتموا اكيد الشيء تاني منهتام فيه كمان هو الامور بتخصي المرأة يعني عنا شيء مثل الانتوناشنال الومنز دي ليوم العالم للمرأة كل سنة بيكون عنا كامبان مخصص يعني بنطلع بفكرة وامرار مثلا هاديك سنة كنا عم نحاول نواعي العالم على موضوع الهراسمنت اللي بتعاني منه المرأة عنا بلبنان فكل سنة موضوع بيختلف بس دائما بنركز على مرأة وعلى حوق المرأة كمان وشيء تاني من نعمل مثل مألك الجوع اللي هو شيء اسمه البيئي أجيكيشن من روح على المدارس والجاء واي شركة او كشافة منعلمون على كتير قصص انكلودين مرض السيدة الصحة الانجيبية التغيرات اللي بيصير مع الطفل لما يبلغ كل هذول امور يعني منبلش من عمر صغير لأي عمر معين هالشي بساعدكم باختصاصكم؟ ها هذا الشيء كتير بساعدنا انه وصل للناس يعني اكيد هذا الشيء كتير من اختصاصنا هو كله بيتعلق بكيف انه بنتعامل مع الناس مش بس انه نعلا جون كمريض كالمرض ويفيل يعني انه نتعامل معهم كمريض ونحس مع الناس كتير فهذا اكيد كتير بساعدنا وسكورة فكرة من جو سكورة فكرة من جو أنه هذا واحد في شمسن الارسة هو اسمه IFMSA سكورة من اللبنان تكون سكورة من أنه تكون بالبنان نحن بدأت من زمان، ولكن بدأتنا نشتغل كثيراً، وبدأتنا كامبان من تسعة سنوات لذلك هو التلميذ الطب الذي بدأتها لذلك نحن نقوم بعمل هذه التلميذ الطب ويكبر كل سنة ويزيد وهذه السنة، أول سنة، لدينا أيضاً مثل التلميذ الطب في الـ L.A.U. وفي الـ U.O.B. وإن شاء الله بعد قليل في الـ U.S.A.C. لذلك نحن نكبر ونحب هذا الشيء وإن شاء الله كل التلميذ الطب ببلش ويشتغلوا معنا كمان بسكورة سنة الماضية، كيف كان الأحتفال؟ كيف كان الـ L.A.U.B؟ كان الـ L.A.U.B. كثيراً ناجح كان هذه السنة كاملة الـ U.A.U.B، جبنا فرقة اسمامين يعني بسيكلي عبينا للصالة كلها وكيف تشوف العالم كيف حم تتفاعل مع هذا الموضوع يعني هو بيكون النهار مخصص لهذا الشيء وكل العالم بيجي على الـ L.A.U.B. ويقضوا بقاطة حلوة عادة من الجمهورية اللي بتكونوا منتظرينه؟ كبار صغار لميز مدارس بس طلاب جمعات؟ هو كل سنة حسب مين جاي بس نحن يعني أكتر شي نحن نستهدف يعني طلاب الجمعات طلاب المدارس حتى الدكاترا اللي عنا الأهل يعني كل مين بيحب يشجع القوز تبعنا أنه من شجع أنه يجي أكيد فإذاً السنة الموعد بـ 15 شهر؟ 15 شهر تانية صالح شاية وهي كثير حب الشباب بيحبوها كثير لتانية عكل حال هي كثير أنه كثير حبت الموضوع اللي نحن شباب مصبايا يعني الجيل الجديد كثير بيحبها لأنه صوتها كثير حلو صوتها كثير حلو كمان هي كتبت غاني لفلومة ندين لابكي منشان هيك عم يصيروا يعرفوها أكتر وأكتر وهي أكتر شيء يعني بس أنه عندها عندها فانز يعني عندها فالوينج وإن شاء الله كلهم يجوا يساجعونا بهالكنسرت وبهال الموضوع يعني كتير مهم زياد فإذاً رح يكونوا البوايب مفتوحة ابتداءة من أي ساعة بمسرح؟ من الثمانة ونصف هنتح للبوايب وكل كل من يملكون يعني وخلال الكنسرت فيه كمان أكيد رح تكونوا ناطرين الشباب اللي يوصلوا لعندكم كمان للتوعيف أكيد أكيد إحنا أنه دائماً منبلشها منبدل نحكي عن شو جين يعني أنه يعني يعني العالم بده تعرف أكيد شو الهدف اللي جين عم يشجعوا فيه ويعني كل الكنسرت بتكون المركزة عم تركز على هذا الموضوع وين فينا نشتر التكتز؟ هلأ في تكتز نحنا عم نبيع بالأيو بي بالأيو بي بالأيو بي بالأيو وبالأيو 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 وفي كمان فيكم تتصلوا فينا على رقم 03 007 657 كمان على الفيسبوك وإذا حابين تلاقيونا على الفيسبوك يعني أكيد فيكم تلاقيونا وتحجزوا تكتز وكل شيء أهلا وسهلا فيكم راح ناخد وقفة ونرجع نتبه